إذن ضيق يحيط بالقادة الإسرائيليين دفع بالصديق الأول للتدخل الولايات المتحدة فتحت مخزونها العسكري على مصرعيه لتخرج منهم مقاتلات وذخائر والأهم أحدث حاملة طائرة تملكها وأكثرها تقدما USS Gerald Ford التي سميت تيمنا باسم رئيسها الثامن والثلاثين هذه السفينة توصف بأكبر قوة فتاكة في العالم وتقوم حاليا بأول انتشار كامل لها حاملة الطائرات الأضخم تحركت إذن نهاية مسارها المحدد شرق البحر المتوسط قبالة إسرائيل أهمية تحريكها تكمن في جهزيتها للرد على أي شيء بما في ذلك منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس كما تدخل ضمن مهامها العديدة المراقبة والتتبع المقر الرئيسي لحاملة الطائرات هو نورفولك في ولاية فرجينيا لكنها موجودة حاليا بالفعل في البحر المتوسط حيث كانت تجري مناورات بحرية الأسبوع الماضي مع إيطاليا في البحر الأيوني حاملة فورد التي تطلب تصميمها عشرين عاما تعد الأولى من فئتها والبديل الأحدث لنيمتس أضخم الحاملات في العالم سابقا يعادل حجمها ستة هيكل سفن وهي محملة بحوالي ثلاثة وعشرين تقنية جديدة بينها نظام إطلاق الطائرات الذي يعمل بالطاقة الكهرومغناطسية مقارنة بالمقالع البخارية في نيمتس كما تستطيع إطلاق طائرات أصغر حجما وأخف وزنا دون الإضرار بها مع توفير قدر أكبر من التحكم والمراقبة والأتمة قدرة قوات البحرية الأمريكية على مساعدة إسرائيل عبر تحريك حاملة الطائرات وصفته مجلة ناشنال ريفيو بإنجاز لوجستي ودبلوماسي لم يسبق له مثيل وأضافت أن حاملة فورد بإمكانها إحداث تغيير عظيم في تأمين المنطقة لامتلاكها الأدوات والبحارة والأهم من ذلك الفرصة المواتية وحاليا هي أمام أول اختبارات لتأكيد ما تم إعلانه حول قدرتها الهجومية والدفاعية وكذلك جمع المعلومات هي الأكثر تقدما لكن أن تصادف عراقيلة تقنية ليست مستبعدة مصادر أمريكية تخوفت من أنظمة السفينة الناشئة أي وضع حيات أكثر من أربعة آلاف ومئتي بحار وضابط في خطر إنساءت الأمور لا سيما وأن حاملة فورد واجهتها مشاكل فنية مشكلات فنية عدة أخرت دخولها الخدمة بينها مشكلات تتعلق بمصاعد نقل الأسلحة وزير الدفاع الأمريكي أكد أن بلاده ستضع قواتها في حالة استعداد على مستوى العالم لتعزيز وضع الردع الإقليمي في حال لزم الأمر ولفت أوستن إلى اتخاذ خطوات أخرى بإرسال مجموعة من القطع البحرية بينها مدمرة صواريخ وطرات بالإضافة إلى أسراب مقاتلات من طراز F-35 وF-16 وغيرها من معدات وذخائر لتعزيز قوة الردع تدبير أخرى رجحت صحيفتها أرز الإسرائيلية إدراجها على أجندة بايدن بينها الإفراج عن الذخيرة الأمريكية المخزنة في إسرائيل والتي يسمح للأخيرة بالوصول إليها في حالات الطوارئ دعم مطلق إذن عدم خذلان وضمان المساعدة ملخص ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في الساعات الأولى من الحرب وحاملة الطائرات أولى الهدايا موسيقى 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 يرجع يرجع يلحقين يا جديد يلحقون يا أبنس يلحقون يا أهل الطفة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات